أصدرت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مدرية وادي وصحراء حضرموت بياناً أدانت واستنكرت فيه قرار وزير داخلية إبراهيم حيدان والقرض بتعيين العقيد مروان مجاهد علي السبعي رئيساً لأركان فرع قوات الأمن الخاصة لمحافظة حضرموت الوادي والصحراء ورفضت الهيئة التنفيذية القرار الذي أتى في وقت يطالب فيه جميع أبناء المحافظة بالتمكين الكامل مؤكدين رفضهم الكامل لكل القرارات التي اعتبروها تحدياً وتجاوزاً لإرادة أبناء حضرموت في إدارة شؤونهم العسكرية والأمنية وأشارت الهيئة التنفيذية بأن القرار يسعى لتفجير الأوضاع في ودي حضرموت ودعت الهيئة جميع أبناء حضرموت لرفض هذا القرار الأحادي الذي لا يعبر عن روح التوافق الذي يقوده مجلس التعاون الخليجي الذي رعى مشاورات الرياض هذا وعقدت اللجنة التنفيذية لمقرجات لقاء حضرموت العام حرو اجتماعاً استثنائياً لمناقشة قرار وزير الداخلية الأخير بتعيين شخصية من غير حضرموت وحذرت قيادة الهبة الحضرمية وزير الداخلية إبراهيم حيدان من اتخاذ مثل هذه القرارات الاستفزازية لتفجير الأوضاع على غيرار ما فعلته القرارات المماثلة في شبوة واعتبرت قيادة الهبة أن إصدار قرارات تعيين من هذا النوع وبهذا الشكل المستفز في مناصب عسكرية وأمنية بحضرموت تعتبر بمثابة تحدي واضح لإرادة أبناء حضرموت في إدارة شؤونهم الأمنية والعسكرية بأنفسهم وأكدت قيادة الهبة رفضاً مطلقاً وتجسيداً أحياً لموقفهم الرافض لتواجد قوات المنطقة العسكرية الأولى على أرض حضرموت وتجدد مطالبة قيادة المجلس الرئاسي بإصدار قرار برحيل هذه القوات وإحلال قوات دفاع حضرموت بدلاً عنها لتأمين حضرموت ترجمة نانسي قنقر